إيه حكم الدين في قراءة صورة الكهف يوم الجمعة لازم تقرأ قبل صلات الجمعة قراءة صورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة مستحبة لحديثين سابتين في صحيح الجامع حسنهم شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله على والدي وعلي حديث يقول إيه من قرأ صورة الجمعة من قرأ صورة الكهف من قرأ صورة الكهف ليلة الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين وفي الحديث من قرأ صورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله ما بينه وبين البيت العتيق أو كما قال عليه الصلاة والسلام بعض العلماء قالوا أن الحديث ضعيف وبعض العلماء قالوا أن الحديث موقوف على أبي سعيد الخدري وبعض العلماء رفعوا الحديث يعني رفعوا الحديث يعني الرسول قاله حديث مرفوع يعني قاله الرسول حديث موقوف يعني قاله الصحابي حديث مقطوع يعني قاله التابعي حديث منقطع يعني سقط من إسناده راون أين عم؟ ده يعني حاجات خفيفة أحب أن أعلمك بها لتكون على بصيرة ترجمة نانسي قنقر